هلو يا حلوين وحشتوني جدا فيديو النهاردة فيديو هيكون ترشيحات بمناسبة العروض والخصومات هرشح لكم النهاردة اكتر منتجات انا شايف انها تستحق الشراء الفترة دي انا بصراحة جربت كتير اوي من وكمان او مرتبات الجسم الفترة اللي فاتت دي انا جربت وعملت وكنت مهتمة جدا اجرب لين العناي بالجسم بصراحة فجبت منهم وجبت منهم دول التو بادي لوشنز اللي انا طلبتهم واحد منهم اسمه والتاني اسمه ملك ان هاني بصراحة بالنسبة لي انا زوء الشخصي حسيت الملك ان هاني السنت بتاعه مميز شوية يونيك مش دارج حسيت كمان ان هو يبقى حلو قوي لما عمله ليرنج مع بيرفيوم زي خمرة اذا بتحبوا بيرفيوم خمرة من لطافة هيبقى القومبو ده مع بعض حلو قوي السنت ده رحته فانيلا اكتر معها كده هنت من الهاني السبايسي هتحس ان هو السويت هتحس ان هو يشبه شوية بسكوت اللوتس اذا كنتوا من الناس اللي بتحب ريحة بسكوت اللوتس هيعجبكم السنت ده كترتيب اقدر اقولك ان هو ترتيبه متوسط شبه حاجات كتير موجودة بصراحة بس السنت نفسه عجبني جدا هل السنت بقى بيه دوم بصراحة لأ ان بادي لوشن ده مش هتحس ان هو ساب ريحة على الجلد مستمرة للأسف ريحته مميزة تقدر يتعملينها ليرنج مع العطور الدافية اللي طول الوقت احنا بنتكلم عنها اللي فيها فانيلا فيها سبايسيز فيها ريحة بيكد مخبوزة زي يعني كده او الحلوة فاهمين قصدي زي الاتجاه ده بس للأسف كان نفسي اكتر ريحته تدوم اكتر من كده بالنسبة للمكونات بتاعته انا ملاحظتش ان هو فيه مكون مش حلو فاوكي بس كترتيب يعني هتديله سبعة ونص من عشرة مثلا السنت التاني بقى هتديله مثلا ستة من عشرة او ستة ونص من عشرة مش عشان ترتيبه بصراحة عشان السنت نفسه اسمه كاندي لاش وانا مش شامة منه اي كاندي هو ريحة مخففة جدا جدا من الفروتز او الفواكه اللي على ريحة شامبو شوية بتحسي انها فراش بتناسب بعد الشاور فعلا وسويت بدرجة معقولة جدا مش سويت اوفر للناس بتحبش الحاجة لسويت اوفر بتشبه اكتر البادي ماست اللي في السوق على طول او هتحسي كشاميتيق بكده من يوم مرة فاهمين الفكرة؟ ريحته فراش فروتي خفيفة مخففة جدا ما بتثبتش برضو زي التاني ولكن الترتيب هو هو نفس التقل بالزبط بتاع البادي لوشن التاني هو عموما قوامه تقيل مش خفيف يعني قوامه كويس كويس بصوا مش بيتحرك ازاي بصوا قوامه قوامه كويس ممكن استخدمه كمرطب بعد الشاور بشوية كمان هيدينا ترتيب كويس هو بصراحة ترتيبه كويس ترتيبه كويس لكن السنت هي اللي محبتهاش افتكر ان سنت الفانيلا والكوكونوت هيبقى احسن لاني كمان لقيته sold out وافتكر ان هو افضل بس ما عرفتش اجربه فكان ده كاندي لاش انا مش هرشح لكم كاندي لاش ده بصراحة ملكان هاني اتس اوكي لو بتحبوا العطور الدفي مش كنتي بقى ما كانتش مع البادي لوشن على قد ما كانت مع البادي سبلاشر انا بصراحة اول ما شفتهم منزلوا بادي سبلاش قلت واو احنا لازم نجرب البادي سبلاشر دي التجربة كانت محبطة بصراحة هقول لكم ايه اولا انا جربت التو سنت دول التو سنت مكتوب عليهم ان هما امبر فلورل امبر فلورل يعني هما عطور او سنت زهرية وليها قاعدة من العنبر فهي بالتالي زهرية دافية البادي مست دول كمان كاتبين ورا هنا النوتز بتاعتهم فانا قدرت من النوتز اعرف هما المفروض بديل عن عطور ايه كانت بالنسبالي بصراحة الصدمة ان انا ولا سنت منهم كان بديل عن العطر اللي بيعبر عنه فعلا النوتز اللي مكتوبة ورا المفروض انها شبه داركيس اللي هو ميدنايت عشان هو دا اللي هو ميدنايت عشان دا المفروض انه هو شبه داركيس صراحة ومش شبه داركيس داركيس فيه ليه بدايل كتير قوي سيفن سيكرتز وفيه في سولان مور وبالنسبة لي انا و7 Secrets وبابلز هما الطب 3 برانتز من الباديمس اللي انا شايف ان هما يستحقوا على فكرة بالمناسبة يعني اذا عايزة تطلبي اي حاجة التلاتة برانتز دول من الاولوية المشكلة ان السنت مش بيعبر خالص عن النوت المكتوبة ما كانش بديل لداركس دي مشكلتي معي السبات والفواحين فواح اوكي اول ما هترشي طبعا بس السبات لأ سباتهم يعني انا اسفة جدا بس سباتهم فعلا مش حلو اما التاني باتل باراديس برضو امبر فلورل مفروض ان هو في قاعدة كده عمبرية وورم دافية ومفروض ان هو فلاور او زهر امبر فلورل ده على ستايل مثلا وي اس ال سينيما روبرتو كافالي الحاجات اللي هي دافية زهرية بتحسينها سويت وفيها دفئة نايسة بالشتاء لأ ده فروتز خفيفة رحتها جيناريك قوي انا عارفة السينت ده رحته مش زي البرفيم اللي هما كاتبين ان هو بديل لي ده مفروض انه بديل من طومفورل النوتس بتاعته بتاعت بالضبط هو مش خالص دي بقى كانت مشكلتي انا اشتريتك على اساس النوتس بما ان انا اعرفة النوتس كويس وعرفة هو بديل بس ما لقيتش ده خالص عندهم حاجة امبر فانيلا كده المفروض انها بديل جود جير جود جير اللي عموما موجود وفي منه بدايل كتير قوي فما بيكون هو بديل جود جير لفعلا انا بتكلم عن اللي جربتهم اللي اتنين دول انا ما حبتهمش خالص ما كانوش مناسبين لزوقي ابدا النوتس اللي فيهم بالنسبالي بالنسبالي انا مش واقعية والاداء مش احسن حاجة بصراحة فده كان رأيي في الحاجات اللي جربتها من تيلو فال ده اللي جربته بس منهم عشان مظلمش البراند الحقيقية بس انا اتوقع ان الباديلوشن بتاع الفانيلا والكوكنت بتاعهم حلو قوي مثلا بادي مست بابلز بابلز ده من الحاجات اللي سبتها خرافي برغم ان هو بادي مست بس هو سبت غير طبيعي زيه زيه برضو 7 Secrets فالحقيقة 7 Secrets و بابلز ويجي بعدهم على طول وبعد كده بادي لاشيس وبعض الحاجات من ايفا دول يعتبروا بالنسبالي التوب من بابلز ارشح لكم جدا ستروبري ان كريم وارشح لكم فانيلا كراش خطير وبابلز جام مميز جدا ريحته البان اه بس هو البان مورم ودافي وغني وبحس ان هو فيه حتى كده يعني مخليه مش عادي فيه احساس يونيك في السنت ده غير السبات والفواحان يعني ثابت جدا بصراح فده من الحاجات ارشحه لكم جدا اذا كنتوا عايزين يعني عايزين سنت فيه ريحة اللبان بس بشكل دافي وإنتنس قوي ولكن الابنينج بتاعت ستروبري ان كريم في الاول ساور كده شبه دي شوية بتحسنها فراولة حقيقية قوي وبعد كده بتجت مور كريمي and مور سويت ولكن دي لأ دي فراولة حقيقية جدا 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 كأنك سبتي شوية فراولة برا فبدأوا ينزلوا الجوز بتاعهم وشميتي ريحة الفراش الطبيعية بشكل غير طبيعي دي فده مميز جدا جدا ده من سيفن سيكرت اسمه ستروبري وده مفروض ان هو برضو خطير وثباته حلو قوي فواح جدا فيه كمان براند تاني للبادي ماس هو اسمه ever pure القوتون كاندي ده وده life kiss life kiss ده بديل لا تو وان تو ساكسي من كارولينا إيريرا وانا مش بحب السنت ده بس للأمانة كالكواليتي الكحول قليل رحتهم سبتة بتثبت على الملابس جدا 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 يصلح قوي ان انت ترش بيهم الملابس قبل ما تاخدي شاور وبعدين تخرجي تلبسي بتحس ان السنت سبتة وحلوة وفواحة حواليك وكواليتي بتاع الكحول بتاعه ما صراحة كويس قوي بس انا بحبه اكتر ده اللي هو القوتون كاندي ده شبه عطر بينك شوجر بالضبط يعتبر ديوبلي حلو جدا جدا وزي ما نشافينا بستخدمه منه كتير قوي ورحته سبتة وشوجري جدا جدا وفواحة حطلكو هنا لينك كنت بتكلم عن عطر بينك شوجر تقدروا ترجعوله اذا حابين تعرفوا اكتر عن العطر نيجي بقى للبراند المحير ايفا ايفا عندهم فعلا فيه حاجات حلوة وفيه حاجات مش حلوة ده عن تجربة بس انا عموما من اللاين الاولاني من اول الناس اللي جربت اللاين ده فكانوا في الاول لسه بعد كده يقال ان هما ما بقوش احسن حاجة بس هقولكو ايه الحاجات اللي فعلا حلوة تستحق ان انتوا تجربون ده كلاود ال بينك ده ده رحته شوية تشبه عطر ايدول من لانكوب نفس الاتجاهي لحدا ما الخشبي الورود اللي فيها سنة سويت خفيفة يصلح جدا بعد الشاور وفيه ريحة المسك هو ماسكي شوية بس فروتي اكتر اللاف تيل كمان من الحاجات الحلوة جدا 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 ومخلصة منها كتير ده رحته شوجري يشبه تقريبا in the stars او into the night افتكر ده كان خطير ورحته شوجري كده والسويت وفواحة وفي نفس الوقت فده خطير 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 وثابت جدا مشهور جدا جدا جده جولد سبل كسنت حلو قوي 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 يشبه داليا من بعض ورحته ما بين داليا وما بين جود جيرل كده او ال dry down تاعة جود جيرل اللي فيها الكارامل فيها اللوز رحته فانيلا مكرميلا معاها كده احساس ناتي زي اللوز والسويت جدا جدا وحلو قوي وغني ودافي ومناسب جدا للشتاء ده من اللاين الجديد هو red glamour ده كمان حلو جدا ده بحس ان رحته فانيلا مع ريحة اخشاب واضحة جدا مع ريحة بورتقان في مرارة وشوية كارامل الناس بتحبها عطر بومبوم من فيكتران رولف ممكن يعجبها ده جدا ديس اللي بيحبه black opium الناس بيحبه poison girl مش hypnotic poison poison girl من ديول الناس بيحبه الحاجات دي سنت ده هيعجبهم قوي سنت دافي فيه فانيلا سويت وحلو جدا جدا وثباتهم لاربعة دول عالي جدا طيب من ايفا بقى ايه اللي لايمكن لايمكن ارشح لكو تجربوهم حتى السوأ واحد فيهم هو المورنينج بلاصم ده مش ممكن مش ممكن مش ممكن ولا ثبات ولا ريحة حلوة ولا فوحان ولا اي حاجة برغم انه كان sold out اول حاجة ليه بقى مش روما كانوا كاببين في النوتس ان هو powdery و musky والحاجات دي هو ريح تعمل زي الصابون الابيض كده عادي جدا مع ريحة ياسمين طبيعي زيادة عن اللازم فده لا خالص خالص بصراحة وحش اول برضو هي ازواء بس هو مش ثابت عشان السبب ده سبرينجلين ريحته فروتي كده مناسب للصيف جدا ولكن برضو ثباته تقريبا مفيش فدول لا يمكن ارشحولكو ابرشحلكو جدا white mask خطير كلمتوكو عنه بتهيأ اللي يعني من زمان جدا اول ما اطلع كلمتوكو عنه body laces ده بالwhite mask ده ريحتو مسك ابيض مع فانيلا شبه white mask بتاع bubble bubbles عندهم white mask برضو ريحتو فخمة اكتر كمان من white mask بتاع body laces بس body laces white mask او mask ابيض معاه احساس كريمي من الفانيلا وكأنه معاه اظهار كريمية اكتر فده في دفء ده بيفكرني بالمسك الابيض الباودري فكريم ما كلمتوكو على المسك الابيض العادي قلتلكو اني بجيب كمان mask powder هو ده ريحتو mask powder اكتر من انه mask ابيض من body laces برضو دول كنت جربتهم ده pomegranate crush تقريبا وده اللي هو toasted vanilla paint سيفكرتني بالفانيلا اللي في بناطق poison بالفانيلا اللي موجودة في good girl فاهمين هي vanilla creamy جدا كما لو كانت معاها ريحة nuts معاها لوز معاها ريحة مكسرات كده فدي حلوة وسبتة وكويسة جدا نصحكم بيها قوي برضو ريحتها مش مزعجة مفيش الكحول الخانق المزعج اللي بتخافي منه التانية اللي كانت حلوة قوي 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 في الصيف كنت بستخدمها مع العطور اللي فيها ريحة red fruits او الفواكه الحمرة انتو عارفين انا من ناس بحب ريحة الفواكه الحمرة فقط انما الفواكه التروبيكن ابدا ابدا ما بحبهش فكرتني لو تعرفوا عارفين مسك الرومان هو trend قوي الفترة دي هو داني نفس الفايبس دي قدري تعمل له layering مع اي perfume في ريحة strawberry في ريحة raspberries الحاجات دي وسبت وحلو ريحة حلوة زي ما انتم شايفين كده انا جربت من بيرلا و white mask white mask مش ريحة مسك ابيض white mask هو مسك بس مسك شرقي في ريحة كده مدخنة مبخرة كأن معاها شوية من العنبر فيها دفء معا خشب الورد شم جدا معا خشب الورد فهو مش مسك ابيض اللي مسك ابيض هو بيرلا بيرلا من سولن مور هو المسك الابيض لكن white mask ده اسمه مش صح حسن هو كان لازم يعكس الاسماء لو هنكرم بيرلا ببعضي white mask white mask white mask powdery زي ما قلت لكم المسك الpowder خدوا بالكم لو عندك حساسية مش هتتضايق منهم ابدا بعتبروا quality حلوة جدا بس انا عادة لو عندك شوية حساسية نصيحة كده روشي ملابس بس وسيبيها شوية يطلع منها الكحول وبعد كده البيسيها بلاش تحطي الperfumes في الحتة دي او على الديكل تي فهميني هاي بقى قريب قوي من النفس ده مش احسن حاجة بالنسبة بادي mask فانا حبيت منهم حاجات معينة مش كل الشانس حبيتها اكتر واحد حبيتو هو violet twist ده ريحته شبه لوفيبل وانا ملاسة حبيت جدا عطر لوفيبل فده عجبني جدا جدا ورحته حلوة قوي ويعتبر ثباته متوسط بس يجي بعد solan more طبعا solan more احسن bubbles رقم واحد زي ما قلت لكم seven secrets بعد كده solan more وبعد كده ممكن فافلن مع بادي glaze على فكرة انا حبيتها جدا برضو مش كل الناس حبيت cupcake glaze بس انا حبيت السنت ده vanilla fermented كده وسويت وكريني ودافية وتحسنها كوزي قوي بس اصبرو عليها شوية مش من اول رشة تحكموا عليها والثالث اللي بحبه بعد كده من فافلن هو into the wild ده رحتو تشبه شوية in the stars او باكرات روج فيها من vibes باكرات روج بس fresh اكتر ده بالنسبة ال body mass انا كده رشحت لكم كل ال body mass اللي قدر اقول لكم انها هتعجبكم الفيديو اللي جاي استنوا اكلمكم عن ال body lotion او افضل body lotion انا برشحها لكم